موسيقى مشاهدين في كل مكان أهلا بكم معنا في برنامج جديد على قناتكم قناة بير تيفي برنامج مقابلة خاصة نستضيف فيه شخصيات وطنية فاعلة بالسياسة والاقتصادي والفكري والمجتمع ويسعدني أن أستضيف في هذا العدد الأول من هذا البرنامج الجديد الأستاذ نوردين بكروح السياسي والحزبي والوزير السابق والكاتب المعروف والمتميز مرحبا بك أستاذ نوردين بكروح شكرا برافك شكرا لك على الحضور وعلى تلبية الدعوة إذن نبدأ معك مباشرة الوضع السياسي العام اللي رأنا نعيشوه جميعا يتميز بقدر كبير من الاستثنائية إن صح القول يعني تقريبا منذ رئاسيات أفريل 2014 وإلى حد الساحة وإلى حد الساعة عفوا كأن الساحة السياسية في الجزائر لم تهدأ ولم تتوقف ولم تستقر عادة كنا نشهد انتخابات مواعيد سياسية بعدها الساحة السياسية تدخل في نوع من الركود الآن تقريبا قرابة سنة كاملة شهدنا أحداث أحيانا غير مألوفة وغير متوقعة يعني التغييرات الكبيرة اللي عرفتها أجهزة الأمن على سبيل المثال آخرها إقالة الفريق مدين توفيق المحاكمات لبعض كبار الضباط تصريحات من شخصيات سياسية في السلطة سابقا أو حتى في المعارض يعني كل هذا الحراك هذا الغليان السياسي كيف تقرأه سيد بكروح وكيف تراه نعم أنا أظن أنه هو نتيجة العهد الرابعة بحيث هي كانت في حدتها يعني محل جدال وربما يعني أخذه رده ربما يعني مواجهات عنيفة والآن تبين أنه حقيقة هي في حدتها كانت مشكل على أعلى مستوى الدولة بحيث ما شاهدناه فيما بعد أثبت أنه كان هناك اختلاف حول هذه العهد الرابعة إذن العهد الرابعة فرضت نفسها وتتطلب إعادة هيكلة السلطة حتى يعني الإشكال يعني الاختلاف اللي كان قايم يزول نعم ويعني العهد الرابعة هذه اللي في الحقيقة ما كانش مرغوب فيها من طرف الجميع وأمر فورد على المجتمع على الشعب الجزائري المهم اللي نشاهده الضرك هو نتيجة الظروف يعني الانتخابات تتاع أفريل 2014 2014 نعم أنت تتركت الآن للقضية أنه العهد الرابعة لم تكن محل الاتفاق حتى داخل السلطة يعني مش فقط هذا ما تبينه في ما تبينه في هذه الأيام الأخيرة لهذا ربما تذكرت أو نذكرك كنا شاهدنا لك تصريح أو حوار في قناة من القنوات في هذه الفترة يعني فترة ما قبل العهد الرابعة وكنت قلت أنه لا يوجد نفيه توجود خلاف بين جهزة الأمن وبين الرئيس وتحديدا بين الفريق توفيق وبين رئيس الجميع يعني قراءتك هذا الوقت كانت مبنية على أي أساس وما الذي تشوف أنه تغير في الموضوع لا ما كنت سنقول باللي فيه يعني فيه إني سيجام على هارو السلطة ولا لا أنا قدموا لي دعوة لأظهر في حصة في حصة نعم باش نمد رأي في إيجارات اللي تاخدها رئيس الجمهورية بإعادة هيكلة ديرس ديرس نعم في هذا الوقت جيت أنا مديت رأي نعم قلت باللي من جهة من حق الرئيس ومليح للمجتمع الجزائري أن الديرس يتأقلم ويتغير ويرجع إلى أهام إلى مهام أقل سياسوية سياسية وأكثر مهنية يعني يروح لدور تاعه الطبيعي وكنت استعملت عبارة قلت هذا الجهاز هذا اللي بقى يعني هو دوره الأساسي يتحدد فيه اختيار رؤساء الجزائر هذا غير مقبول وهذا الأمر هذا أما الآن يعني ذلك باش يكون تنظيم جديد ويعني يدخل على هذا الجهاز يعني إصلاح نوع من هذا المطلوب لكنه الناس كل تعرف الدور المغفيل لهذا الجهاز منذ تسعين منذ سنة تسعين وندخلنا احنا في التعددية والإضطرابات وما إلى ذلك وكل يعرفنا هي عليهم بشكل ما أما فيما بعد ومع ذلك السؤال الأخر أنه إذا غيرنا أجهزة الدولة بصفة عامة وهذا الجهاز يعني المؤسسة العسكرية بأجملها إذا دخلت فيها التغييرات لصالح ماذا ولا لصالح من لا لصالح الجزائر نعم مرحبا بهذه الإصلاحات والتغييرات أما إلى هذا كله يعبرك تلاعوبات ويعني يعني هيدك مشدات بين شخصيات هذا ما يقدر إلا يضرر الجزائر وهذا اللي تبتدوك في الأيام الأخيرة عندما شفنا رئيس هذا الجهاز يخرج للعلن ويشتكي بإجراءات أو بمحاكمة إنسان كان قريب منه مسؤول كبير جنيرال حسن هذا دك تبتلنس كل بلي كان مشكل لهذا الرأسيد اللي كان يصنع الرؤساء يقوله عنده عنه وكان له دور أساسي يعني في الربع قرن الأخير صبح هو يعني يلجأ للصحفة بش يوصل رسالة لرئيس واللي يحب يعني من خلالها يبرر مثلا المسؤول هذا اللي حكم عليه واليوم هو في السجن هذا ظهر أنه المشكل اللي كان في سنت أربع تاش ذوك ظهر نحن كنا كي ماذا نجينا في حصة نقدمونا دعوة نمشي والحصة نحن نتكهونات نمتل أراه وتحالي نحن عندنا علم نحن عندنا مؤهلين يعني أخوه بأراه باش نقولوا بلي هاي الحقيقة الإلهية وهذا أمر لا نحن نقرأ الأحداث نحل الأحداث نحاول نفتح اللغز أما درك الأمور في الحقيقة تبينت هي وحدها تبينت نعم هنا في هذا النقطة بالتحديد يعني الخلاف هذا اللي ممكن كان في 2014 حول العهدى الرابعة أو ربما قبلها يعني كما قلت من تكهنوا عهدى الرابعة وخضايات الرشوتين قضايات شاكية بخليل إذن بالضبط ما هو الجوهر جوهر الخلاف لأنه ناس كلها متافقى أنه جهاز الاستخبارات وعلى رأسه الفريق توفيق يعني هو هو المسؤول تقريبا على صناعة النظام بشكله الحالي يعني كل ناس عارفه أنه كان جزء أساسي من النظام منذ يعني شهد لي بن جديد بالضبط نعم منذ انسحاب رأي شهد لي بن جديد يعني كان هو مركز أساسي من مراكز القرار في الجزائح صحي إذن ما هو ما هي نقطة الخلاف الأساسية يعني قلت قضايا الرشوة وقضية العهد الرابعة بأي معنى يعني لأنه الناس أحيانا تفهم أنه هذا الجهاز وهذا الشخص هذا تحديدا كانوا ضد الرشوة من باب من باب تصفية الحسابات كيلي يفهم أنه لا من موقف مبدأ يعني كيف كيف وقع الخلاف في هذا الموضوع أنا ذلك ما عنديش معطيات نعم أنا موضحي أنا متابع دايما في إطار المتابعة والتحليل نعم لكن عندي شوية نعرف الأشخاص هادو تعملت معاهم نعم تسعينيات كنت في الحكومة يعني عندي شوية نعرف شوية ذلك هو كان يعني قلنا كان المشكلة تعالى هذا الربيعة هل هي يعني شيء يعني إيجابي في الجزائر أم لا كان قضية ملفات الرشوة وبالخصص سيد شاكيب خليل اللي هرب الخارج تالت نقطة كان الدستور الدستور يعني يعطي نظر في الدستور اللي كان فتح الموضوع هذا الرجل موريا منذ 2011 نعم ماي 2011 أنا شاركت في هذا المشاورات نعم بعد يعني تبين باللي كان مشكل تاع مستقبل السلطة ولا إعادة تنظيم للسلطة أو يدخل جزائر في عهد سياسي جديد والمشكل كان في العهدة الربيعة لأنه رئيس كان مريض كان تقريبا مشلول يعني ما عندوش فقط كل قدرته تقريبا وحب يعني يتقدم العهدة الربيعة وهذا في حدته يشكل خاطر على الجزائر لأنه بلد عادي بلد سالم في كل في أي في أي منطق نعم لازم يكون رئيس يعني قادر ويكون يعني يعني في صحة يعني كاملة وتكون عندو كل قدرته وما نعرف بلدك مالزاي وما نعرف إليس لك الأمور نعم فإذا بهتقبلنا كل قال لك إحنا معلش والراز يبقى وفيه شوية أكداك ولا بس معلش نقبلوه وقال مجاهد أكداك وقال حكاية أكدا أكداك أكداك شوية الفارغ اللي نشعروا به لأنه كان تنيدوك وش جديد العنصر الاقتصادي الضغوطات الاقتصادية والضغوطات الأمنية حولنا يعني اللي جاية من المحيط من المحيط هذا هو دوك تبير أنه شعار هذا يعني أسطورة السلطة المزدوجة خلاص انتهت كان سلطة واحدة واخدت كل السلطات ورناش فينح ترجع إلى الحزب الواحد هذا السلطة يعني كل منسؤولين داخل أفلا السلطة الواحد مع ذرا سمحني هذه قضية لأن السلطة ما عادتش برأسين عادت برأس واحد نعم هذا السرأس في الحقيقة اه لهوا رئاسة الجمهور يعني الرئاسة كمؤسسة هنا هذا حطنا أمام قضية أخرى هناك الآن كما ممكن هذه الفكرة تعبر عليها رسالة تسعتاش أو تسعتاش ناقص ربعة أو ناقص خمسة ما يهمش أنه هناك من يتساءل هل فعلا أنه الرئيس هو الذي يحكم إذنك سبحنا يعني في في اللعبات عدراري يعني كما يقول إذنك قولك عدراريس يجيوك المولاد يقولك راهو لا بس هو اللي يعني كل شيء ويتابع كل قضايا ويأمر بكل شيء ونشاهدوه يعني في هذه الاستقبالات تعال السفراء وكذا من حين الاستقبالات تبين حاجة يعني لقطات بعض الثواني هكذا لكن لو كانت الأمور يعني عادية علش ما يتوجه شوا بزوز كلمات ولا ثلاثة للشعب الجزائري بمناسبة ما في العيد ولا من شعب شنو ولا في أول نظام ولا خمسة جويل يتكلم ولو جالس في مكان ويحكم يعطيه ويقول زوز كلمات لماذا هاد الإمتناع المطلق لماذا هاد المعادات للمجتمع الجزائري منذ تلت سنوات لماذا هذا يعني شو تجهل كل الأمة أو يعني الشي اللي يتسبو إلي هذه الأمة أنه تعرف عليك شي خلينا دوك الناس تقدموا مبادرة يطلبوا مقابلة مع الرئيس هاد ومسحاب 19 ناقص 4 أو 5 يعني الشي المعقول فيها هو يعني طالب مشروع طبيعي يعني يتقبلوا الإنسان يفهموا إذا فعلنا اللغز هذا يتكلم رائزة كلمات خمس دقائق قسيد هو يدير مجلس الوزاري يحكم فيه ساعتين ثلاثة ما يقدرش يتكلم أربع ساعة في التلفز أولا خمس دقائق خلاص الناس ترتاح شوفوا باللي رأسه يعبر بللي عبر الكلام ويشوفه كيفاش يفكر بللي منطقة يعني عقله رأو يتوظف بصفة عادية طبيعية يتمأنوا الناس يتمأنوا ويعني وتنتهي تنتهي الحكاية هذه وانترقوا المشاكل الحقيقية اللي هي يعني تدور اقتصادي المحيط الأمري نعم هذا هي هنا في النقطة قراءتك بطبيعة الحال انت كمتابع هل تعتقد أنه الرئيس هو اللي يسير الأمور فعلا ولا هناك شيء من الحقيقة في الكلام هذا اللي يدور أنه الرئيس لا يطالع على كل شيء وما هوش عارف كل شيء وهناك ما يسمى بمحيط الرئيس أنا اعتقادي يقول ما عنديش معطية طبعا طبعا أنا في اعتقادي هو اللي راه وراء كل قرارات اللي تتاخذ لأنه كان فترات نفوت عليها ما كانش قرارات هادك الوقت هادوك الفترات يعني تبين أنه كان مراحل وأنه يختفي وربما بشي عالي يروحي عالي يجبه ربما ما قادرش ولا حاجة لكن أنا أعتقد باللي في غياب يعني لما وش قادر هو ما كانش شخص آخر يأمر بأي بأي شي تبقى الأمور مجملة يعني في النهاية مسؤوليته يعني في النهاية ما كانش ما كانش ليتاخذ المياه في رأي طبعا في قراءتك الموضوع نرجع مدام تكلمنا على الرسائل رسالة تسعتاش وسمعنا رأيك فيها رسالة تعال تعالجينيرال توفيك نص الرسالة يعني أكيد أنت قريته وشفناه يتكلمه على قضية محددة هي قضية جنرال حسان ويقول بلي هذا السيد ظلم بشكل ما من جانب العدالة وأنه قدم خدمات وكذا وكذا وحتى هذه الملاحظة الصغيرة في نهاية الرسالة للصحافة قال نتمنى أن الصحافة ما تأولهاش وما تعطلهاش أكثر من من بعدها لكن في النهاية الرسالة خضات خضات حجم كبير وكان عندها صادة كبير كبير جدا قراءتك أنت دائما سينوردين يعني هل هي هل هي رسالة سياسية يعني لها ما بعدها أو يمكن يكون ما بعدها أو فقط رسالة من مسؤول حبي يدافع على صديقه أو مرؤوسه يعني أنا كتبت مقالين في هذا الموضوع نعم نعم ومديت رأيه يعني بتفصيل لكن حابين عصارة هذا الرأي هذا هو قبل كل شيء الرجل يعني جنرال توفيق حاب يقول أمام الرأي العام أنه إذا جنرال حسين حسين هذا رأي اليوم في السجن هو يتقدم باش يقول رأي مسجون بدون حق بدون سبب إذا كانت شيء أي شيء يعني ولا أي غلطة يعني تكل يعني قاب بها السجن هذا أنا المسؤول الأول يعني كان يقول شارعونيانا وبرروه وخرجوهم السجن وشارعونيانا هذا هو فحوى الرسال الرسالة التي وجهها الرأي العام وهو مؤسس أسس يعني هذه الفكرة على القانون بصفة أمو القانون العسكري بصفة خاصة نعم القانون العسكري يقول يكبر لي العسكري عندما يؤمر بفعل أي شيء المسؤولية ترجع لإعطاها الأمر المنفذ ينفذها بدون يعني ما يناقش نعم هذا خصوصية من خصوصيات القانون العسكري نعم إذن هذا الرجل حب ربما يعني يبين موقفه توجه الجنرال هذا اللي كان مساعد معاه كان يعمل معاه باش يقول له أنا نشهد عليك بلي ما أراك محكوم حكم عليك بظلم أولا ثانيا أنا نرفع عليك المسؤولية ونحطها في مستوية أنا ونقابل نتقدم للعادلة هذا هو الفحوة على الرسالة الأول ذرك هو قال لك ما تخرجوش من هذا النتاق هو يبين لأنه كنا سمعنا من قبل قبل ظهور هذه الرسالة عن السيد جنرال نزار قال بلي توفيق لا سهل الرئيس الجمهورية وقال له بلي جنرال حسان بارئ نعم بارئ من كل التهم اللي وجهتها له المحكمة العسكرية كيشاف بلي إذن صاب الدين وهذا معناه أنه الرئيس رفض وخلى المحكمة لأنه رئيس هو وزير الدفاع هو اللي يقدم الشكوى ولا بإذن منه اللي تتقدم الشكوى ضد مسؤول يعني عسكري إذن المنطق يعني المقاربة منطقية تعال جنرال توفيق قال بين رأي أنا يا ما نقبلش الظلم ما نقبلش الظلم وأنا مسؤول أن يقول لكم باللي هو ما وما كانش ما تساكبش غلط ما كانش أساسا غلطة هو الشي يقول فريسة لتعلم إذن هذا تبين باللي الخلل إذا كان موجود إذا كانت تهمة هذه قائمة على شيء قال بينها إذا ما يش قائمة على أي شيء أتركه الرجل هذا سرحوه وش باللي يا رأيت ختمت نظولي الناس من جهة وجهة أنا نطبش الحلل بذب قلت له أنت درتنا هذا النظام هاوي اليوم النظام هذا يصبح يعفز فيك انتا يعني هاوي يغلك انتا هذه تحول إلى ضحية شيء اللي هو ابناه باللي هذه هي قلت له أنت درت هذه خدمت صراعة النظام هذا وبالمناسبة شرت في بقالي إلى لقاءات كانت لي مع السيد جنرال توفيق في السابق في التسعينات وقد قول لي يا ودي هاي كيفاش ماشي هاقدة لازم تكون الأمور لازم تبنيوا أنتوا ما أصحاب القرار خليوا الديمقراطية هذه تظهر في الجزائر خليوا النخب جديدة تأتي إلى الواجهة إلى المسؤوليات خليوا يعني الأمور تسير كنت نقول له هذي ما عليش نقاطعك هنا إذا تسمح لي سينوردين ممكن نفتح قوس جنرال توفيق هذا اللي بالنسبة 99.99 بالمناع من الجزائرين نوع من الشبح يعني ما يعرفوه لا شفوا صورته ولا سمعوا صوته ولا تعرفوا عليه صح لكن الناس اللي مثلك وبعض الناس اللي تتاح يعني يتكلموا حين في الصحافة يوصفوه في العادة يوصفوه بأنه إنسان ذكي ومثقف ويعني فاهم الأوضاع هذا بين قوسين ربما خارج سياق يعني كيف تفسر أنت هذا الشخص هذا أنه كان كان هو المهندس تاع هذا النظام اللي وصلنا اليوم للنتائج رغم أنه مثلا أنت تقول أنه كان عنده قدرة على الاستماع ويقبل يقبل اللي يسمع من الناس وهذا موش كلامك وحدك يعني فيه كثير من شخصيات سمعنا لهم يقول لك بلي كان عنده قدرة كبيرة على الاستماع لماذا بين قوسين يعني هذه ربما خرجنا شوية على السياق تفخر خرجناش بس كيف يهم الشعب يحبو يعرفو ذو بذب كيفاش الراجل هذا يقول لك هذا كان هو فيما يقوله أصطاف الله رب تزيل كي ما سمعوا المواطن البسيط يكتبين لاتروفيرت يكتب بريا قال يا جماعة أنا مظلوب قال يا ودي بدون تحب تعرف أنت قال أنت هو سببها لكن بقال لك تدور ذوك الآن وأنت في هذا الموقع الجديد كم مواطن أرجعت تصرف مواطن كون مواطن من الفوق كون مواطن أتكلم مش على أسلال الدولة ولا على الملفات الخاصة أتكلم على تاريخ الديمقراطة في الجزائر علاش عرقلة الديمقراطية علاش تصلتوا علينا كل خطرة جيبوا رؤاساء من جيبهم من عم نجيبهم أنا سمعت لي في تسعينت كنت أقول لك هكو غلطين جيبوا فلان ركروحي ترتكبو غلطة وجريمة في حق الأمة كنت أقول هالو كي كان هو في المنصر صاف الله صاف الله كنت قلت هالونا قلت هالو في كل مراحل من ربعة وتسعين حتى تسعى وتسعين كل مرة يطلب يسمع لي يسمع رأيي نقول له الحق أيقواني نقولها وربما يسمعني وقدر يردوا لي نعم ذلك هو علاش يعني إنسان مثل هذا كان حامل ذكاء وحامل ذكاء يعني نقولها لأسس يعني بالنسبة لمسؤولي الكبار اللي تحرفت عليهم أنا من رؤساء وزارة وصحبهما هو يتميز بهذه قدرة السماع ويحتارم الناس يعني بدوك من قولك شانا منيش يقولك الصورة هادي صورة مثالية نعم لكن الشي اللي عرفت يعني في تأدية مهامه يقدر يقول الناس يقولك كان هكذا يقولك جنال الحسن هذا اللي خاتش تابع ليه يعني المقربين وربما كان يقولك من العائلة تعو معنا بنيش أنا أنا نتكلم كماني نتكلم معك دوك معك كل إنسان تكلم معه عيدة مرات تأخذ عليه صورة تعمل يطيبع تولف تشوف كيف تحلله تفهم تفهم شيء من شخصيته ومن كان يفهم بصح شغل شغل يعني على باله باللي الحالة صعبة باش تغير نظام يطلب جرأة كبيرة يطلب شاجعة يطلبك انت هو يقولك احنا ماذا أنا كان يقول لي يقول لي الشي لك تقول فيه مثالي ويقول لي انت لوحيد اللي عنده رؤية شاملة على الجزائر ومسخة بالجزائر نصح باش يعمل قرام باش يساعد لتنفيذها ميديرش لانه هو مسلم أمره للسيستام هو شغل سلم كلش للنظام هذا صابه دخل فيه نمه طوره وكان مسؤول عليه مدة طويلة واليوم يعاني منه كما كثير من السياسيين اللي يسمون نفسهم ابناء النظام لما يقدر عنا جزء من سياسيين معروفين يعني قدم نفسي يقول لك أنا ابن النظام هذي كتبتها أنا يقولك محب الأفلان قال لي أنا أفلان هاو اش ذال بك الأفلان اليوم هاو الأفلان يمرمدك اليوم ويرميك فرق في الزنقاء نعم ويسبوك ويذلوك هاو الأفلان تعق هذي لس نعطون توما نعم ماش أفلات ثورة نعم أثورة ثورة نعم تقول له يسير أفلان هو بابنا هو تاريخنا بسح تجيب لنا دوكاتيك لصوص تقول لنا الأفلان هذو اللي يقول يدعوا مجهدنا في الأفلان ما مش مجهدي هذو يعني رخصوا بروحهم ولو شاركوا في الصورة وداروا الجهاد اليوم مش تقبلوا وضع الأفلان يعني 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 يقول خاص أنتم ما كونش مجهدي الجهاد الجزائي رجب يكون أبدي ماشي مرحلة وبعدها نعم هذا النقطة نوردين فيه تثير سؤالين أو تساؤلين الشيء اللي أول هو أنه حتى لما الرسالة هذه بعض المآخذ يعني كتب كثير حول الموضوع قالك يعني لما حتى لما تحرك وندد بتجاوز أو ظلم حصلوا فيه شخص واحد اللي هو صديقه واللي كان المرؤوس تاه في حين مثلا لعنا جنرالين وحد أخرين تحاكم وربما عندوش علاقة مباشرة لكن على الأقل جنرال حسين بن حديد كان دافع عليه يعني في تدخولاته كان كثير ما يدافع على الجنرال توفيق في حين سكت سكت عليهم سكوت سكوت تام لهذا ربما يقول لك بعض القراءات يقول لك أنه الرسالة فيها ممكن طابع الشخصي كثر منها طابع السياسي صح بعضهم يقول لك حتى نوع من خلينا نستعمل نوع من الرجلة يعني شخص تجاه شخص خدم معاه ولا لا تحمل أي بعد سياسي هناك أطراف أخرى هي اللي حاول تعطي لها بعد سياسي صح يعني تشوف هذا القراءة معقولة معقولة وزيد لخط الشعري مشيم أي مساعد هذا كان قريب يعني كان قريب منه وكان يعني مع دور كبير حسب ما يقال ما نعرفه ما عمريشته ما نعرف علي شي هذا قلتك يبين باللي يعني أو دار أقل يعني أقل كما يقول أقل الإيمان أضعف الإيمان قال أنه نشهد باللز الرجل هذا مرتكب شغلاته في عيون القانون العسكري نعم هذي قالها من جهة أخرى بين الأسطور قال إلى كين محسوب مسؤول يتقدم بالمحاكمة أرانيه أنا هو المسؤول وتوقف مع دحبس لكن هذا في حدته يبين باللي هو كان كاتب الرئيس ورئيس مرتش عليه ووصله في معاقبة الجنرار الحسن أولا ثانيا بين باللي يعني ما قتلهش إمكانية باش يخاطب أي مسؤول هو اللي كان يعرف كل مسؤول يصبح ما يقدر شراء يستقفل الباب وصديقه ولا زميل ولا رفيقه وقيد صالح شفلتها ما جار هذا باللي تاني البابة لك مقفولة واللي تبعت الرسالات كما يدير شعر المواطن البسيط لكن هذا يكفي أولا باش يوررنا للناس الحاضرين وفي المستقبل باللي هذا النظام ما نقدرش نعتمد عليه هذا النظام مبني على الخداع ويخدع رجالته ويخدع الناس اللي أسوه ما فيش لما نضع كتركوه يخرجونا من هذا النظام لازم ندخله في نظام مبني على القيم مش على الأشخاص على هذي اللي أنا أسميته ليك الكلمة جنرال أتفضل أهذر أهذر لماذا إحنا إحنا خلقنا وإحنا نهذروا مالذي بديدة وإحنا نهذروا نهذروا يعني تكلموا انتي قادر النظام واش تخاف واش بقالك تعيش باش تخاف من ما يش تخاف يقتلك خلي يقتلك كي الناس قتلوه بكلمة المجاهدين الحقيقين مجاهدو شنوي يعني يتعرض للموت يقبل فكرة قول حقيقة أشهد وتحمل تبيعات بكلمة يعني توجه الشعب الجزائري والجزائري وري بالي تامن بالجزائر ماشي بالنظام وري بالي توريد مصلحة شعب الجزائري قال النظام هذا فاسد وأنا كنت فيه ومسؤول وراني نادم عليه ها قولها وخلاص ربما هذا اللي حي يحدث والله إياه نفسيا وما يخليش الناس وحد أخرين يجيو في المستقبل يعبثو بينا ويلعبو بينا أنا ننتظر لحظة يعني الخلاص وقتاش نسلكو من هادي السيستام ومن هادي الجيل اللي يظل يهدرنا على الثورة خانوا الثورة قتلوا بعضهم بعض في أثناء الثورة خانوا يعني كل الموثل العليا من بعد واليومرة هم ينتقموا في الشعب هذا ويقتلوا فيه بالغلطة تاعهم بالجهل بالتسلط بالاستبداد بكل باركة خرجوا لنا منه نعم نقلتنا ربما أو من البداية دخلنا في موضوع العجز تاع النظام والنتائج اللي وصلنا لها والآن الشيء الملموس والأكثر ووضوحا فيها هو الوضع الاقتصادي ووضع الاقتصادي اللي وصلنا له واللي أصبح بالإجماع تقريبا سواء في السلطة في المعارضة في ما بين السلطة والمعارضة كل الناس تقول باللي الوضع الاقتصادي منذر بخطر كبير وكبير جدا وراح تكون له بالتأكيد تداعيات على الوضع السياسي والاجتماعي والأمني وما إلى ذلك أحنا نعطيك الفرصة لإجابة سينوردين بكروح بعد ما نتابعوا مع مشاهدينا هذا الفاصل إذن مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود معكم إلى هذا العدد الأول من برنامج مقابلة خاصة مع ضيفنا الأستاذ نوردين بكروح إلى لقاء بعد قليل مشاهدينا نعود معكم لمواصلة هذا الجزء الثاني من برنامج مقابلة خاصة على قناة بير تيفي مع ضيفنا اليوم أستاذ نوردين بكروح أستاذ نوردين كنت قبل الفاصل رح تعليك سؤال وصلنا إلى وضع اقتصادي يتفق الجميع على أنه وضع منذر بالخطر وستكون له تداعيات كبيرة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي وحتى الأمني يعني بشكل من الأشكال لب الموضوع الآن في المجال الاقتصادي هو قانون المالية الحكومة أو الموالية تقول لك هذا ضرورة بمنطق الله غالب هذا هو في بعض الأحيان يحاول يقول لك لا وهذه فرصة نبدأ واقتصاد جديد وخارج المحروقات وعشنا كثير على ريع المحروقات المعارضة في الغالب تسميه باللي جائر وقانون العار وقانون كذا وتنازل عن أسس الدولة الاجتماعية إلى آخر قراءتك قراءتك أنت أستاذ ناطي أنا أشوف من جهة الحكومة كي نغيب تصور اقتصادي يعني قديم مش يلاحظت الوصول يعني إلى الخطر إلى آخر يعني اللقفة باش الإنسان يقول آه واش عملت أنت بكري لهم عملت ويلو أما من جهة المعارضة أنا منش نشوف يعني تقديم يعني رؤية جديدة خاصة بالاقتصاد برك يعني هذا يشمت هذا هذا يعني يستغل ضعف الآخر أو غلطات الآخر فقط هي لعبة ثارغة جافة آه يعني ما 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 فيه ما مصرحية في البرلمان لكنه القانون المالي هلا كما القوانين لسبقاته ما ما فيه شيء استثنائي ما فيه شيء جديد هذا تغليت لرأي العام فقط ما فيه حتى شيء شبه القانون تعم نو المبالغ كانت عم نو 8800 مليار دولار هاد دينار هاد الميزانية الميزانية هاد العام 8000 مليار دينار جزائري ما الإجراءات لأخرى ما كانش شوية حاجة يعني فيما يخص بعض المعرس يمول مش يعني يعني التخوف العام اللي عند الناس كل ناس كل يعرفوا بللي البيترول عندما ينبع 150 ويخمسة وثلاثين ماشي كيف كيف وإحنا عايشين إلا من موارد البيترول إذن هذا تعاقبوا على الشيء اللي ما عملناش ماشي أخطأ يعني دارتها الحكومة في الأوين الأخيرة يعني قانون المالية في حد ذاته ماهوش مشكل كبير ماشي ندرسوه تقنية لو كان الوقت ندرسوه نقطة بوقت والله ما فيه أي يعني لا يختلف عن المعركة حتى حكاية المادة 66 والمادة 71 يعني ماشي هذي يقول الخوصاصة هذة انتم متاني درنا شبح الخوصاصة هذية القطاع عامية يعني صاف 50 سنة والميزانية الدولة والمديونية رفض القطاع العام بعد تقول الخوصاصة ما عندكم قطاع عام ناشط يعني عنده يعني يرجع بفايدة عن الأمة يستهلك غير لصاص يسمون فينانسي كل سنة امسح امسح الاردواز امسح الصبورة عاود تسمح هذا برك أشباح يعني شعارات ديماغوجية شعبوية ولا الحكومة عند الحق ولا المعارضة عند الحق نعم قبل ما نواصل كتابات حتى في فترة معينة كتوزير في وزارات عند طابع اقتصادي ممكن نرجع النقطة فقط حول تداعيات والآثار تاع رسالة هذه تاع الجنرال توفيق وتاع المحاكمات كان ملاحظة انه الان مثلا في ظرف تاع سنة او اقل تجري محاكمة ثلث ضباط سامين ضباط قادة كما يسمون في الجيش في حين الجزائر المستقلة من 1962 الى الان شهدت فقط محاكمتين محاكمة اللولة الشهيرة في 64 تاع العقيد شعباني اللي انتهت باعدامه وبالوصيف في 1991 اللواء اللي كان قايد اركان يعني وش هي الدلالة على الاقل تاع محاكمة تاع ثلاث جنرالات في فترة تاع سنة واثرها على المؤسسة العسكرية هي من جهة مليحة مليحان شارعوا جنرال او وزير او رئيس جمهورية كشنهار او رئيس حكمة مليح هذه من علامات صحة يعني من حيث المبدأ يعني مبدأي لماذا هذاك موضوع اخر والموضوع هذا يعني تنظر فيها العدلة ولازم لا نحترم العدلة ونحترم كل ما يصدر على العدلة لكن عندما يتبت ان العدلة هي راي مستقلة راي تعمل على اساس يعني اشياء اما دوك نشوفوا بلي في قضية جنرال هذا حسن ينوت جنرال تفقوا لك يودي مدل ركو حكمته عليه بخمس سنين باطل منقر زورا يقول لك انا نتقدم والعدلة لما تكون فوكيش هذا غير طبيعي غير ما نفهموش دوك جنرال بالحديد قضية اخرى هو تصريحات سياسية تصريحات سياسية تحدد فيها واعتبروها وزير واسموها نايب رئيس الدفاع اعتبرها بلي مساس بمعنويات الجيش وما الى ذلك لكن دوك عندو شهرين ونصف ما كاشمو حاكمة حسن منقر في صحف طبعا ليه هذا كل هذا جنرال تالت اللي كان مسؤول على أمن رئيس جمهوري قلوب اللي عندها علاقة ما جارف حدث في جويل منها نزيدو نتقدمو فيه لكن بشي بزور ولا بيدو يعني في إطار يعني هكذا تصفيات تصفيات هذا غير مقبول السؤال كان حول تأثيرها لانو الآن بعض الناس قولك باللي حتى المؤسسة العسكرية اللي كان دايما موحدة وكان دايما منساجمة رغم كل الظروف اللي مرت بها الجزائر الآن وهذه هذه هي مؤشر على انو حتى داخل هذه المؤسسة الأمور ماهيش كما يلزم هناك نوع من الخلاف نوع من الصراع ماهوش ربما ظاهر بشكل كبير لكن هذه مؤشراته أو الدلائل عليه لكن الحمد لله الجيش الجزائري وكل جيوش في العالم مبنيين على منظمة تسمى يعني هذه الانضيبات ديسيبلين الخضوع للأوامر إذن يعني ولو حتى المعنويات الناس ولا الأعراء اللي يقدر يحمل هذا بتولى صمت ما عندوش الحق يعبر عن أرأيو راهو في مؤسسة هي بحدتها مؤسسة عن الإنضيبات والتنفيذ الأوامر هذا اللي يحمي الجي الشعب الوطنية اليوم وإحنا ما نتمنوش أن ينقاسم الجي أفا ما يقدرش ينقاسم مستحيل والحمد لله يعني المؤسسة هذه يعني منسج من بكري كانت يعني بياسيرك تكون يختلفوا في أمور بينتهم ما تخرش للساحة معلش أما الآن تبين أنه كان يعني خلاف كبير بين الجنرال الجنرال هذا الشب قاعد صالح والدوث الأركان ولا نعم لكن هذه ظهرت بيناتهم ولا ظهرت من الفوق ولا رئيس جمهورية هو اللي راه يضرب هذا بهذا ما نتمنوش نعم وما نتمنوش أنه الجيش يعني لأنه إلا ضعف الجيش ما يبقى يعني الراكيزة الأساسية للدولة ممكن إلا بسوا الجيش راح كلش نعم نرجع الجانب الاقتصادي كي ما قلت يعني أنت تقول أنه قانون المالية في النهاية هو مثل القوانين السابقة وهو استمرارية في سياسة منتهجة من سابق بمناسبة هذا اقتصاد وعلى الجيش ميزانية الجيش عشر ملاير دولار نعم ميزانية الدعم الاجتماعي عشر ملاير دولار في نفس القانون نعم هذا المدام طرحت قضية الدعم الاجتماعي كين دايما الكلام حولت ثمانمائة أو تسعمائة أو سبعمائة أو الألف مليار دولار لدخلة الجزائر منذ منذ تسعة وتسعين أو الألفين إلى الآن المعارضة تقول بلي هذا تبذير وبيلي هذا المبلغ كافي باش نبنيه عدة عدة دول من الصفر في حين الحجة الأساسية عند الموالات يقول لك لا يقول لك ما لازمش نشوفها بهذا البساطة كين شي يسمى لترانسفير دعم الاجتماعي وحنا دولة قايمة عند دعم تولس تاعميزانية تولس ترنت فورسان سح ويقول لك بلي في النهاية كل الجزائرين كلاو هذه الأموال ومدينها لهم في شكل دعم وكذا شكل الأسعار صحيح صحيح أنت تشيري الخبزة هنا تسوى عندنا بثامن وفي الجيوة في المغرب ولا في فرنسا يسوى عشر مرات كثر ولا البنزين يسوى هنا مرة ولهي يسوى يسوى مرة وحنا هنا عشرين يعني عشرين مرة احنا مثلا بعشرين دينار هما ميتين دينار نعم وروح وروح دوك هي دوك المعارضة صح تقول كلام هذا كانت 800 مليار دونار دخلت الخزينة في 25 سنة نعم ونحي دي جا واحد كتر مثل صراح في الدعم الاجتماعي هذا وحقيقا الدعم قوي الدعم ما كانش يعني الدولة تقدم لكن ما نشوفوه احنا من باب العاطفة نشوفوه من باب يعني يعني السارامة الاقتصادية يعني الواقعية الاقتصادية الواقعية الاقتصادية صبح لك باش تعمل دعم اذا كنت عندك موارد مستقرة مستقرة ومستمرة دائمة اكتقدر تعتمد عليها قال كل عام نرفضنا مدى 30% الميزانية للدعم لدعم بسفيلة ما عندكش نتعمل سانات اخرى رك مربوط مربوط باسعار نفط هاي ليك ماشي نقول بلي ما لازمش الدعم نقول بلي لازم ننقسه لاقتصاد قوي يكون ناجح ويكون فائد الفائد نبعته كله الدعم الاجتماعي نعم هنا ممكن معرضا ما تقولش هذي نعم نقولك عادة الكلام اللي قلتولي انت في البداية انه المسؤولين تاعنا لما يكون في السلطة يتكلم زي لما ما يكونش كنت لي فترة ولو مايش طويلة ربما طويلة طويلة خمس سنين ولسو ونتحملها نعم ونتحاكم عليها نتحاكم نقبل اذا لازم احنا فقط كنت في مناصب لعندها علاقة بالقطاع الاقتصادي يعني في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي التجارة يعني بطبيعة الحال احنا نفهم انه الوزير هو جزء من طاقم حكومي يعني هذه قاعدة الوزير ماهوش هو المسؤول لكن في النهاية هو مسؤول على جزء من من هذه السياسات واذا كنت ماهوش مسؤول لماذا تكون تقبل انك تكون موجود يعني هذه هي القاعدة ننتفي هذا الفترة اللي كنت فيها حاولت قدمت شي قدمت رؤية مختلفة حاولت تصنع تصنع تقليد جديد في التعامل مع القضايا الاقتصادية يعني حاولت نعم وكافحت وبشاهدت حتى الخصم يعني اللي راهم هم اليوم رفصلت عني برا مواطن بشاهدت رجل موريا ويكون جاي يشاهد هو وقادر ما قدرهش عيب تقول رجل موريا روح تشاهد بالصح على بالو وكان تسجيلت وكان شاهدت الناس لان في الحكومة واللي خارج الحكومة شوفوا رح سقسي بنا فليس رح سقسي من بيته رح سقسي بالخادم سقسي ويحيا ما عمري عملت شي اللي ما كنتش قابله ولا نمن به كافحت من أجل يعني وضع اقتصاد يعني عقلاني عملت كل موقفي حاولت توجاه يعني هذه قضية الدعم قلتها 20 مره للرئيس بس كنت فتجاه وكنت نقول له هاول كيف يعني نظم سياسة تتلائم مع قدراتنا وتدريجيا ويأتي يوم وحتى بيداغوجيا بس كنتك أمة كلها تولف لها بالدعم تعودت صحيح هما دوك أبرية الناس هدو وما قال لك ما قصليه في الحليب كي خلق ساب إشكالة تحليب سواء دينار وبالنسبة له هذه معنى بلوش بللي وراء هاد العمل كاين كاين حقيقة مزيفة حقيقة اقتصادية مزيفة لتغطيها الحكومة دوك لي بنع على الشي المزيف ما يقدرش ينجح هذا وقت كان فيما خالفت في الحكومة مع اتجاه اللي عبرت عليه والناس كل كانت في الحكومة في الفترة اللي كنت في يعني بحيدة في مزل السوزراء امام رئيس جمهورية وقلتها كما نهضروا ذلك في الشي العسكري ما يخص النظام كما وش كنت نقول العسكري نهدو كل ما وتيحت لي الفرصة ما شاء لا روح نزق عليهم ولا روح ندخل عليهم ما كده يطلب لي راي انا قل راي كما انا فقط ربما حتى احيانا عادة المواطن حاب يفهم يعني السير او الاليات الداخلية تعال نظام الحكم انه النظام عندنا ملفوف بالاسرار والحجب والاغطية ما نفهموش كش يمشي ولو تكون عضو في الحكومة ما تشوفش النظام ما تشوفه انت تسأل على وراه النظام ما كانش ما تعرفوش نظام الحقيقي يعني نظام الحقيقي هي استشارة مشاورة تلت اشخاص رئيس الجمهورية وزير شف ديتا ماجور وهذا اللي كان حاكم دياليس هادهما فيه ثلاثة في كل القضايا هذا هو السيستم في هاده تلت وظائف ما قولش تلت اشخاص تلت وظائف نعم صاحب الاركانو صاحب هادهما ثلاثة لو يعني هاد الناس هادهما فيه ثلاثة هما يقرب لازم الجزاء تدخل في ديمقراطية تدخل كل حكومة ثلاثة وزير اربطهم ورميهم ما يزيد حرف ما ينقص حرف نعم ومهما تكون وظيفته وزير داخلية وزير الاقتصاد وزير اول رئيس حكومة الحكومة هو نشاط مدني نشاط اقتصادي الناس يخلطوا بين السلطة والحكومة والحكومة وزير وموظف سامي برك هذا ما كان موظف سامي كي يجي البلاستو ما يقدرش يحرك اشياء باش يعينوا واحد رئيس الجمهورية تسمح له لو كما تسمحلوش ما يغيرش ولا يحرك موظف عنده باش يعمل ميزانية لو كان ما تصدقش عليها مجلس الوزارة اذا مستحيل جوز ولا ودينار دوك الأمور مخدومة هكذا في الدستور تعنا لو يتغير دوك حنا رئيس الجمهورية كي يجا في الدستور وما في الواقع في الواقع دي جا من بكري لكن ملي جا رئيس الجمهورية هذا وزاد نحها صلاحية رئيس الحكومة زاد قتل الحكومة ما بقاش دوكاتك السلطة هي تتلخص في شخص رئيس الجمهورية ما بقى في الجيش يعني بقى نص صراس بقى نص صراس فقط هنا في هذه النقطة يعني الحكومة الحكومة عندنا دورها موش سياسي يعني موش سياسي إداري تصير إداري ساعة وتسعين فاصل ساعة وتسعين إداري ما كان النصوص مثلا الأشياء ولا القرارات مرحام ما تجي مجي للسوزارة الأمور الأمنية مرحام ما تجي أمور دفاعية مرحام ما تجي مجي للسوزارة حتى توجهات سياسية الخيارات الكبرى عادة مرحام وإلوبسكي قولك نفد رئيس الجمهورية برنامج رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية قولك الشعب صدق عليه يوم الانتخاب يعني ما تجي تهدر أسكت هاو دوك وشام يقولون يسكوا لك رئيس ننتخب عليه وإحنا نعرف التصوير في الانتخابات بالإخير في الجزائر ما نعرفوش كل حقيقاتنا منتخب بالحب الآن ما نعرفوش كل عمرو منتخب حقيقاتنا الآن هذا الفكرة تاع أنه الآن عنا سلطة بنصر راس أو براس يعني توحدد هناك وجهة نظر أخرى وربما تعطي لي رأيك فيها يقولك لا يقولك الآن تفتت مراكز مراكز القرار ومراكز السلطة ربما في وقت سابق كانو زوج الآن أصبح أكثر من مركز بحكم في جزء منها بحكم وضعية الرئيس إذن رسميا قانونيا دستوريا الرئيس هو أو الرئاسة هي المركز الوحيد أو الأساس الوحيد لكن ما تشوفش مثلا هذا هذا الصعود هذاك مواقع الكلام ماشي مواقع القرار لهذا ربرك فلان ينوضي هذا بس كل واحد نغزوم له قالوا تكلم هكذا وجهه قال قال أطاكيو جنرال توفيق هذا مثلا أطاكيوه قال أطاكيو بكر هيا أطاكيوه هذا مكان يصنعو لك ويشبدك الدنيا ويشتموك ويسبوك مجرد واجهات واجهات برك ماشي برك خدرها فوق عشا يعني يعني شعال بصلا فوق فوق هذا مكان مكاش مركز القرار الوحيد هذا مركز هذا الموضوع سي نوردي يعني أقدر نقول القراءة إذا صح القول لهذا المستوى في الخطاب السياسي يعني لماذا كيفاش تفسروا يعني لما نلحقوا حتى اسمح لي على الكلمة البذاءة أحيانا اللي قلتها القباحة كما نقوله بالعامية مش تفسروا يعني إذا كان ممكن نفسروه بالمعنى السياسي كيف ممكن نفسره هذا فقط بسكو اليوم يتم الاختيار على أشخاص ما يضيفوا ولا قيمة للرئيس بالعكس يزيدوا نقصوا من قيمته النس اللي تتكلم الآن كما قلت يظهر أنه كالنس يقرروا هذا يهضر في الاقتصاد هذا يهضر في شأن السياسي هذا الثالث يتكلم بألغاز حول دستور شوال هو مقرب بالرئيس هذه كل هذه اختيارات شكون خيار الناس دو رئيس خيرهم فردوا على الناس والناس لو خلنا نحتجوا للناس يقول الناس تعالى فالان نحن مجاهدين كل شي كل شي سكتوا سكتوا قبلوا الأمر بسك على بالهم بالآوامر واحد بركبة في الجزائر هذا يؤدينا إلى الكلام عن الدستور وش رح يكون الدستور مستقبلا يسبب يكرس هذا الوضع نعم الوضعية قبل من حقول الدستور الكلام حول دور المال الفاست في الحياة السياسية في البرلمان في الأحزاب الكبيرة على رأسها مثلا الأفلان كل الناس على بالها أن بعض الأسماء نعرفوهم وربما ما يحتاجوش باش نذكروهم مروا قفزوا مباشرة من رجال أعمال بين بين قوسين كما يقال إلى مسؤولين في أعلى مناصب الدولة يعني مش فقط على مستوى الأحزاب حتى على المؤسسات السيادية يعني في الدولة يعني كيف تقرأ وكيف تشوف هذا دور تعل الملفز هل هو ظاهرة مستقلة يعني ظاهرة نشأت في ظروفها الخاصة أم أنها كما قلت ترجع لمركز قرار واحد هذا يعني كين فتح فتح الأبواب يعني لوجوه ولا أشخاص لم يفيدوا ولا الاقتصاد ولا يشرفوا وجه الاقتصاد ولا وجه السياسة ما نشعرف علش هذا هو اللغز الكبير علش كأنه حبوا يفرضوا على الشعب الجزائري أقبح ما فيه قال شخير وليش كل يجاه في الأمة هذا نحطوه على رأس المؤسسة الفلانية قال شكل ما يعرف حتى يتكلم خمس دقائق أمام الناس في الاقتصاد والأم قال هذك اللي يجيبوه هما تنحيولوش الميكرو وخليوها تولطو يهدر باش في الخارج وفي الداخل ناس يقولوا هذي هي نخبة الجزائرية الإنسان اللي آمر بهذا يعني يكره الجزائر ويحب يقتل الجزائر ويجيب الأسوة فيها يحطها على رأس الجزائرين قال انتم ما ما تسهلوا إلا هكذا هذا هو الرسالة اللي نفهمها من اختيار هذي الأشخاص لتأدية هذي الأدوار كان ناس جيبنا ناس يشرفوا الاقتصاد مرحبا بهم مهما كان حجبهم ولا تعرفهم جيب ناس كي يتكلم يعني عجبك تسمع تقول هذي 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 يشرف الجزائر بتجيب لي انت واحد كلوشار فاقابو مهبول ومش عافو شنو وتقول لي هذا النخبة أنا أقول لك ما شنو خبع هذا السرعة حول قضية هذو رجال المال والعمال يعني تشوف تشوف بلي هما فعلا قوة مستقلة اللي قادرة تواصل وحدها أو مرتبطة فقط بوضعية بين كونجنكتور هذا قاعده قاعد بنادار ودربك وهذا ما كان ما كان ولو يعني ما وش حاجة بالخف يتفاو كي مشغول هذيك لفر يتفاو نعم وصلنا الدستور كنت تكلم أولا تشوف بلي تعديل دستوري هو جزء من الحل بداية حل ضروري للوصول إلى حل هو الوصول إلى إتمام الحيلة اللي حاب نفرضه على الأمة هذي ويعني إتمام ربما القاضاء القاضاء النهائي على الجزائر هذي بش يعني يكون في المستقبل يكون ألياتي وضعها في الدستور بش يتلقى تحكم الجزائر ويستمر هذا الوضع يعني يعني أرخص شيء في البلد هذي هو اللي يكون على رأس البلد هذي هذي جريمة في حق الجزائر فقط أنا أشوفها هكذا يعني بنسبة لك التعديل الدستوري هذا ما راح ممكن يجيب أي رغم أنه كين كلام غلق العهدات منح دور معين أو دستارة دور المعارضة منح دور شوية زايد للكلامة اللي أنا نسمعوه كلنا وأكيد رأك سمعتو حول ما يمكن أنه يكون في الدستور هذا أنا ما شفش بلاد في العالم أو في التاريخ لمؤسة على الدستور لمؤسة على الدستور يكون شأن الدستور يعني شخص واحد ويعمل العمل يعني كل ما يتفعل حول الدستور يكون سر الناس يغيروا الدستير يعني بيفتح الميل في الناس كل الناس كل تمد رأيها حتى في السبعين للدستور يداروا بمدين دستور يعني استبدائي قم في نقاش شعبي نعم الناس كل تكلمت كل مجتمع حضر واحد شهر شهرين وحنا نشفة أنا كنت سير وتكلمنا قالك استقبلها هذا الدستور هذا مداري لك كما يعني آلية سرية للوصول إلى أشياء غامضة لن نعرف عنها أي شيء والمشاورات اللي تمت مع الرئاسة مع تحديدا مدير ديوان المشاورات حول الدستور ما نشعار في المصير في عهد 2011 مع السيد بن صالح بن صالح نعم ومن أول مع السيد ويحيان ومن أولو لاش هاد جسموه هاد الكيفية كيف تلعمل هادي اللي راهي يعني كيف كيف كان يتم هاد نقاش يعني جي انت شاركت في 2011 يعني جي قدم مقترحاتك وسلام عليكم أنا قلت له هاك إذا قال لي عندك شي مكتوب قلت له ما عنديش هداه وش أقولك أنا لرأي لكم شي المكتوبة كيف رميتوه فلا بوبل ما تحترفوش به ما تاخدوش به دو ما تجيو بحيلة مسبقة وتعملو هادو باش تلفزيون تسجل والشعب يشوف قال ما تدوريهم شخول حنا يعني جوزنا يعني مادة يعني هو مجرد استماع قلنا رأيك في الموضوع ما كانش ما كانش نقاش وتسجيل تلفزيوني هذا ما كان والله ما كان كثر من هذا ما كان ولو يعني انت ما توقع اي شيء ايجابي من هذا تعديل ما توقعش الخير منه ليحب الخير يفتح افتح اكشف كن شفاف استدعي المعارضة كرأي جمهوريا قدرت اشتماع مع هاد الخمسة هادو ازاي تير مع تناشة سيدي تناشة يجيوكم من المعارضة اسمع منهم حول الدستور مش يقال استقبال باش نتحقوا هاذكونا كمريد ولا بريد حول الدستور عشي بيشتقبلهم حول الاستقبالات في كثير من تساؤل طرح قال المجموعة للستقبلة فيها شيء غير طبيعي اللي هو قائد الاركان يعني وزير العدل معني بالقانون المستشارين القانونيين معنيين المجلس الدستوري لكن الغريب انهم بين كل وزارة نائب وزير دفاع يحضر في وش القراءة يعني او ما هي الرسالة اللي تشوفها انت كانت كان مطلوب ايصالها وتاني غياب رئيس المجلس الدستوري تاني نتسألوا فيه نعم كان لازم يكون في الاجتماع هو المعني الاول بالموضوع ما تفهمش وما دوك شوف هادوما يمشي بالالغاز وبالغمز هكذا يعني ما تفهمش وش يمد لحب يمدوا مساج عندهم الجمل عندهم فمو يتكلموا وكلميكرو ويوصل لرسالة المباشرة ما تفهمش وش أواقع أنا ما عنديش عقلانيا منطقيين ما عنديش تفسير ما نشعر أما يقولون الدستور أنا يقيني أنهم يحضروا حاجة لنهاية لإتمام هذه العهد الرابعة وما يأتيب بعدها هذا هو ميكانيزم يعني المصلحة يعني فئة من الناس هذا ما كان ربما قاربنا على نهاية وقت هذا المقابلة ربما في عجالة تصوراتك للمستقبل مستقبل الجزاء المستوى السياسي أولا على المستوى الاقتصادي وربما على المستوى الأمني إذا كان فيه وقت وفيه عندك نعم نبدأ بالمعارضة من نهار من تسعة وثمانيين منذ إدخال عندي بداية عبدية المعارضة ما قدرتش توصل للسلطة ولو كان تكمل كمارهي ما توصلش منها على ألف سنة لماذا إلى المعارضة تحب تقدم باديل وتحب تصل للسلطة لازم كل أحزاب يشكلوا منظمة واحدة ويدرنوا برنامج واحد وموحد ويقدموا قوائم انتخابية واحدة ويقدموا مو مترشح واحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة هذه للمعارضة تحب تصل للنظام للسلطة يعني تلغي النظام تغير لازم تفعل هذا مرة واحدة بركة لطن باش توصل للسلطة وبعدها تأسس هي لحياة ديمقراطية حقيقية هذه التنسيقيات المعارضة ما تروحش في هذا الاتجاه الواحد ما عملها تعمل شي ويبقوا هما يشاركوا يصبحوا يعني متورطين في اللعبة تعال السلطة قال انتوما باش يلهيوا بالناس بكم اكوفحوا لانتوما بركة ما تقولنا لا إسلامي لا ديمقراطي ما تقول لا فلان لا فلتان ما تجيبش انتو تخد حاس بروحك زعيمي زعيم الصغير هدك اتفهموك عقل قدرتنا القليلة نحطوها في تيار واحد نسميوها تيار من أجل ما نشعرفه شنو ومشيوها كده حتى الـ 2019 هدك نهارة الشعب يمشي معاكم من نلتم يامن بكم ويمشي معاكم عندما تأسوا الجمهورية الجديدة معارضة تكون وصلت للديمقراطية بمساندة الشعب وعبر انتخابات شفافه فهدك نهارة ما هاد التقم هادو وزعوا بنات كل مناصب وهذا التنسيقيات اللي رأي تحدث مثلا هذي تنسيقيات مصرحيات ماشي تنسيقيات هم يقولك هما يقولك تنسيقية يقولك حدار انا ماشيين في مقاربة موحدة لكن كل حزب يقولك انا نحتافظ باستقلاليتي واش يدير بها الاستقلالية باش يخون الاخرين باش يخدعهم باش في اللحظة وين ما لازمش هدا ينساحب كما داروها مؤخرا يقولك انا من الحقي نروح نروح نتلقى معا للسلطة يعني كل واحد يسنع باب صغيرة باش يقدر يخدع علنت هاد التنسيقي علنت على مؤتمر الان قالك انا نحضروا الى مؤتمر يجمع كل القوى ونمشيوا الى خطوات ابعد مؤتمر اعلامي باش يغير يجيوا صورهم يهضروا في الجريد يوديك انا طريقة واحدة الى تحبوا تتغلبوا على السلطة يقولت هالك يكون تيار واحد تيار اسمه المعارضة فقط من ديروا الاشتعار واحدة قال الحزب المعارضة ولا تيار المعارضة التفقوا وصلوا الى 2019 بمرشح واحد ونبعد ذلك كلش البرلمان يعني في 2019 قيمة واحدة موحدة اتفهموا بيناتكم زيرالدة جعلوا منها فرصة باش تأسوا قوائم مشتركة عينوا واحد ديروا مؤتمر بيناتكم كل واحد انا عارت لفكارها دي في التسعين في التسعين عارتها بسح الخيانة اللي في المعارضة على اكثر من الخيانة من السبا في جاته لا اذا المستقبل بسرعة رؤيتك للمستقبل السياسي للجزائر يعني الاتجاه اللي تشوفه غالب لانا قلنا السياسي يكونوا يتوحدوا يديروا معارضة نوصل صح اذا ما تواحد اقتصادي راحين يعني لمحالة صعوبات كبيرة بس كم يقولوا باللي اكبر مؤسسة اللي تعمل الاستشارة في العالم هي البونك هذيك الامريكي غولدن ساخل هذي الساكس هذي تقول باللي البيتروليوس العشرين دولار برميل في 2016 خلا سوش بقعنا وش من الاقتصاد بقى امامنا اذا يعني الدعوارة خطيرة جدو خطيرة لازم يعني تغيير فوري يعني في اتجاه الاقتصادي في السياسة في ادارة شؤون الاقتصاد على السعيد الامني احنا شوفوا بلكين الخطر ازداد يعني حولنا وراويت قوة دعشرة وصلت لليبيا ليبيا ما كاشحل وربعا ما احنا لجانا القطر اللي يدخلنا منه المشاكل هاي لديهم في دب دب لنا نسأل وش من دب من ليبيا هذا هو لازم يعني نرتب امور البيت باش نواجهوا المستقبل المخاطر الخارجية اذا استاذ نوردين بكروح شكرا لك على الحضور شكرا لك على المشاركة في برنامجنا في هذا العدد الاول من برنامج مقابلة خاصة على قناة بير تي في ساعدنا بلقائك شكرا لك مجددا مشاهدينا شكرا لكم على المتابعة والى لقاء اخر في برنامج مقابلة خاصة على قناة بير تي في تحياتي اشتركوا في القناة